والله الحضر هو بصورة عامة يعني شان صورة سلبية بالعكس ما انتصر صورة ايجابية اول شي اجراءات وقايا ماكو اجراءات من الحكومة المحلية المركزية بالعكس ما شفنا هذا الشي واثرت بصورة عامة على المواطن على بالاسواق أبو المحل أبو الأجر اليومي اثرت هواي شغلات عليها فما شفنا الجانب الايجابي من الحكومة المركزية والمحلية الاجراءات اللي قاعد تتخذها الحكومة بالنسبة للحضر اجراءات اعتقد هي تعسفية بحق المواطن يعني اولا الحضر هذا مو اول مرة يتطبق ولو اكو مثلا فاجراء تنظيمي صحيح للحضر وللناس تبتهم شون طريقة الحضر حتى احنا نقدر بالنسبة ان احنا رمضان احنا بالنهار يعني معزلين يعني ورا الفطور نشتغل لكن فترة العيد شلون يعني اولا احسا احنا بالنسبة لعملنا يعني بالنسبة ان احنا كحلاقي الحلاق معروف بالعيد راح يصير شغل الناس شغل راح تجي هذا من بابي انا انا اقل لك انا ما محتاج الحمد لله وشكر لكن اكو غيري ما يقدر يصرف وما يقدر يطلع والعيد اكو تواصل اجتماعي موجود بين الاسر لازم يصير بيهم حركة والله يعني انا اتفاجأة اليوم هم بلغونا قبل تقريبا خمس ايام انه اكو حضر تجوال شامل داخل المحافظة اليوم طلعنا يعني اتفاجأنا بطرق مسدودة وها غيرها بالتأكيد يعني انه هذا شي صحي جدا للمواطن بس بالمقابل انه اكو يعني ناس عايش على هاي الحيوية اللي موجودة بالشارع سواء من عمل او غيرها تمام بالتالي يعني راح تتأذى جدا وهذا الشي يعني يتكرر بكل حضر تجوال هما بكل مناسبة اغلب اصحاب المحلات اللي معزلة اليوم يعني هي منتظرها هاي الموسمة العيد على الموت شوية سوء يتحركت فالاسف يعني في الدولة النهاية ما تفكر انه قوت المواطن شو راح يتحصل او غيرها معتمدة مجرد انه افرض حضر تجوال واعوف المواطن يعيش يموت نهائي ماكو تفكير مسؤولية المواطن المواطن اللي كسبه اليومي ما يقدر هذا يستمر لمدة طويلة يعني بدون ما يشتغل ويطلع ويصير عنده مصدر عيش فهذه بس النقطة شوية قاعدة تأثر على الناس الفقراء والبسطاء ولا احنا اللي اللي عندهم رواتب متقاعدة او وظيفة فما يهمهم شي يعني يعني هو هذا الحضر اصلا يؤثر على اهل المحلات ويؤثر على اصحاب الدخل المحدود وتعرف التاليوم الواحد يؤثر على هذا الفقير يعني اذا حضر يعني هم وما فكروا هاي الناس شو راح تعيش بهاي الايام هاي العشرة ايام شو نعيش الفقيرة شو نعيش اللي عايش على هذا المحل او عايش على غيره والله بالنسبة الي يعني يعني كرأي شخصي انا باب رزقي ما شي والحمد الله والشكر حتى لو كان حضرت جوال بالناصرية بينما عدنا صاحبنا هنا ابو التكسي ما يقدر يطلع بعد شوي راح يوقف باب رزقي وهذه ايام العيد يعني العالم مثل ما تقول موسم للشغل والعمل والباب رزقها وبالمخضر بعد شوي ما يقدر يفتح ابو التكسي قلنا ما يقدر يطلع ابو الغذائي ما يقدر يفتح ويعني قطع لأرزاق العالم يعني ما لقوا الحضرة اللي في هذه الايام اللي هي باب أرزاق العالم الليuta موسيقى شكرا